شبح التصحر يهدد ما تبقى من أراضي العراق الزراعية والجفاف يدب في آلاف الدونمات من جراء حرمان العراق من حقه في المياه العذبة القادمة من دول المنبع لا سيما إيران التي تصر على سلوك أشبه بالعقاب الجماعي بحق السكان في كل عام يزداد وقع التغير المناخي سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من خمسين درجة مئوية ومع كل صيف تتفاقم أزمة شح المياه لتلقي بظلالها على المزارعين ومربي المواشي الذين يجدون أنفسهم مرغمين على النزوح وبيع أراضيهم بعد نفوق عدد كبير من مواشيهم وضع مأساوي هكذا يصف الفلاحون الأوضاع الحالية بالنسبة إليهم ولعائلاتهم بعد نقص المياه في نهري دجلة والفرات بسبب السدود التي تبنيها إيران وتركيا حيث حلت النفايات محل المياه في الكثير من فروع الأنهر وجداولها وبدأت الملوحة تتسرب إلى الأراضي الزراعية لتقتل المحاصيل حتى تلك التي تتحمل ملوحة المياه مثل النخيل والبرسيم حيث شكلت الملوحة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ضربة قاصمة للقطاع الزراعي العراقي الذي يشكل نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي ويوظف 20% من إجمالي ليد العاملة في البلاد وفقا لوكالة فرانس بريس سبعة ملايين عراقي تضرروا من الجفاف وآثاره والكلام على لسان برهم صالح رئيس الجمهورية الحالي ونحو 4% فقط من الأراضي الزراعية مزودة بأنظمة للري بحسب الأمم المتحدة وما يزيد الطين بالله هو إصرار إيران على استمرار قطع المياه عن أنهر وجداول سيروان والكارون والكرخى والوند في محافظة ديالا بحسب وزير الموارد المائية الحالي مهدي الحمداني ما تسبب بأضرار جسيمة للسكان المعتمدين بشكل مباشر على المياه القادمة من إيران كل ذلك يحدث بعلم الحكومة التي لم تتحرك إلى الآن لإنقاذ ما تبقى من حصة العراق المائية وأراضيه الزراعية ترجمة نانسي قنقر شكرا